طيب الشخصية اللي في جودر طيب والشخصية اللي في المعلم طيب آه ده راجل ظلم بس اللي اتنين مختلفين والأداء مختلف بالظبط بالظبط وكمان فيه يبدو ان فيه تشابه ظاهري بين اللي اتنين لكن في حقيقة الأمر وكل واحد مركب داء لا ده فيه اختلاف كبير أولا ده في عصر وده في عصر تامي ده في عصر قديم وبعدين فيه خيال ده ده ألف ليلة وليلة وفيه مواقف يعني غير واقعية لكن احنا في المعلم احنا في العصر الحديث وعايشين في الواقع فالراجل ده اسمه حامد المعلم السماك ده اتغضر به وظلم ودخل السجن فلما دخل السجن جات له صدمة خرج في الحالة اللي احنا شفناه عليها مجذوب كان بيروح المقابر وعند اوياء الله والمقامات وبعدين يرجع للسوق بس احنا عايزين نشوفه هيعمل ايه بعد كده وده السؤال ده يجاوب عليه المؤلفين اللي بيقلفه اه ايه الحايز اللي الاستاذ عبدالعزيز يتدخل فيه في الدور يعني يتدخل في الشخصية اللي مكتوبة بتدخل في معالجتي وتناولي للشخصية في الحوار كلمة مش مظبوطة استبدلها بكلمة اخرى ممكن اضيف كلمة في الملابس في الاكسسورات اللي حمسكها وتعامل معها كل هذه الامور اتدخل فيها اذا لقيت ان فيه سبب او شيء يدعو للتدخل لانه الامر ده يستدعي ان انا احط ايدي في الموضوع ايه بالضبط غير كده تلتزم بالورق اللي مكتوبه بلتزم طبعا بالورق اللي مكتوب لحد كبير جدا وبلتزم بتعليمات المخرج لازم اريح المخرج واسمعه كويس واديل اللي هو عايزه حتى لو انا كنت مقتنع بشيء ما ولقيت المخرج بيوجيه لملحوظة تخالف هذا الشيء اللي انا مقتنع به لازم انسى اللي انا مقتنع به واقتنع برأي المخرج لان المخرج زي ما بيقولوا الفرنسيين هو المتفرج الاول يعني هو اللي شايفني انا مش شايف نفسي فعشان كده انا بسلم نفسي له موسيقى